المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين الملاف جماهير الشعب الفلسطيني تعيد القدسة إلى مسارها الطبيعي في صدارة القضية الفلسطينية كيف فشلت خطة الاحتلال بالتهويد والعزل جموع المصلين تنجح بكسر الحصار وتؤدي الصلاة في الأقصى أي واقع فرضته إرادة الفلسطينيين مصادر للميادين حماس في رسالة للاحتلال عبر وسيط لا يمكن فصل غزة عن المعادلة في القدس والمقاومة الفلسطينية في قرار واضح لا لتهويد الأقصى أو تقسيمه نجحت جموع المصلين الفلسطينيين في كسر الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وأجبرت هذه القوات على إزالة الحواجز ليتمكن المصلون بعشرات الآلاف من تأدية صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف ما شهدته القدس المحتلة اليوم شكل انتصارا للشعب وللقضية الفلسطينية فقد أطاح الفلسطينيون كل الإجراءات والمخططات الإسرائيلية التي تعمل إسرائيل على تنفيذها منذ سنوات لعزل القدس عن محيطها وامتدادها الفلسطيني في الداخل المحتل جماهير الشعب الفلسطيني أعادت اليوم القدس إلى مسارها الصحيح والطبيعي في صدارة القضية الفلسطينية واقع ستعجز سلطات الاحتلال عن تخطيه أو تجاهله وأيضا هو واقع يضع كل القوى المطبعة في موقف معزول ومحرج هي صفحة جديدة ناصعة في تاريخ النضال الفلسطيني لاستعادة أرضه ووطنه فهل تتلقف الفصائل الفلسطينية هذا الانتصار لتعيد ترتيب صفوفها وتدخل في وحدة موقف حقيقية وتنسيق كامل في المواقف في مواجهة التصعيد الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية تراقب ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث بحسب مصادر خاصة للميادين قالت أن قرار المقاومة واضح بمنع تهويد الأقصى أو تقسيمه فيما أكدت مصادر للميادين عن حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية اتفقت على مستويات للرد على الاحتلال وأن أي محاولة للخداع من العدو فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ستقلب الطاولة وأن حماس تصر على أن معادلة جنين وغزة قائمة ولا تراجع عنها مشاهدينا في المسائية اليوم معنا من دمشق نائب الأمين العام للجمعة الشعبية تحرير فلسطيني لواء أبو أحمد فؤاد ومعنا من رامالله في الضفة الغربية عضو اللجلة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجمعة النضاء الشعبي الفلسطيني أحمد بجدلاني حياكم الله ضيفي من دمشق ورامالله مشاهدين ما حدث اليوم في القدس له دلالات واسعة على المستوى الداخلي الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي وربما الدولي كذلك هذه قراءة أولية في أثر ما فعله الفلسطينيون اليوم مع ملاخ خالد بأقدامهم داس الفلسطينيون مخططات الصهينة لإغلاق المسجد الأقصى أمامهم ومعها الكثير من المخططات التطبيعية والاستسلامية يتعامل الفلسطينيون ولسيما المقدسيون مع المسجد الأقصى باعتباره امتدادهم الطبيعي امتداد مكاني وروحاني ونفسي وشخصي كأن البديهي أن يحموه بذمهم كأن أكثر من مائة إصابة بالرصاص والغاز بعضها خطر مجرد رقم عابر وكأن نحو خمسمائة معتقل بينهم أطفال أمر طبيعي بهذه الروحية المقاومة وبهذه الصلابة ينتصر الفلسطينيون مجدداً وفي رمضان على الاحتلال بجيشه ومستوطنيه وقادته الأمنيين ومخططيه الاستراتيجيين عشرات الألاف يفتحون أبواب المدينة العتيقة ويصلون ثانية جمعات الشهر الكريم في حضن الحرم القدسي مكبرين هذه الأرض حلالنا حرام على غيرنا لا قرابين لحريتها سوى قبضاتنا العزلاء إلا من حجرتها المقدسة ويعلنون لا تمنعنا عن سجود وركوع في رحاب أقصان بوابات ولا حواجز ولا اعتقالات ولا إغلاقات يقولون قولهم بالهتاف والحجر وإيمان متجذر بحقهم التاريخي بثاني الحرمين فيربقون حسابات الاحتلال والمطبعين معه وكل من يراهن على تعب هذا الشعب العنيد من المواجهة ومن التضحية يتوحدون من كل جغرافيا فلسطين ومن كل فصيل وحزب وتوجه وفكر يعيدون القدس أولى الأولويات هذه عاصمة فلسطين لا تقبل القسمة منها البدايات وبدونها لا أفق لأي حل على أرض القدس ترسم حدود الاشتباك وتحدد مساحات التفاوض وعلى أجساد أهلها وزوارها وفي أزقة مدينتها القديمة يشتد عدد الفلسطينيين والأحرار كل بأخيه من هنا تبدأ الخارطة خارطة الوحدة الفصائلية والوطنية والميدانية والسياسية وحدة مشروع وطني متكامل يحمل أرض ويحرر فلسطين كل فلسطين تحول مباشرة إلى رمالة دكتور أحمد مجدلاني أسعد الله أوقاتك 150 جريح اليوم في باحات المسجد الأقصى أكثر من 400 معتقل من قبل سلطات الاحتلال ورغم ذلك أدى أكثر من 60 ألف مصلي فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى في هذه الجمعة من رمضان رغم إعلان إسرائيل لإغلاق التام وضع حواجز عسكرية لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى في أي سياق يمكن أن نضع ذلك دكتور مجدلاني نعم شكرا شكرا لك ومرحب فيك برفيقي وصديقي العزيز أبو أحمد وأنا زمان الحياة هذه فرصة أني أشوفه معكم عبر الميادين على كل أحوال ما جرى اليوم وأمس هو في سياق مخطط إسرائيلي جرى التحضير له منذ عدة أشهر وكان هناك حملة قادتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمنية لتهيئة الرأي العام الدولي وأيضا الإسرائيلي وبغرض أن هناك لديها معلومات بأن الوضع في القدس قريب للتفجر بشهر رمضان وبالتالي تدعو إسرائيل إلى التهديئة تدعو إسرائيل إلى التهديئة والحقيقة يعني تحدث معنا أكثر من طرف دولي وعربي وأقليمي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ونقلت كما يقولون مخاوف من الجانب الإسرائيلي في حقيقة الأمر كان هذا جزء من التمهيد لإفتعال أزمة حقيقية في المسجد الأقصى وللبناء عليها لاحقا باتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى كما جرى في الحرم الإبراهيم الشريف بعد مذبحة غولدشتاين عام 1994 نحن في مثل هذا الشهر نحن نعتقد أن الأمر لم يكن صدفة لكن صمود أبناء شعبنا ومقاومته ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى وعن القدس أولا أحبط من هذه المحاملة وأيضا حرك الموقف الدولي والإقليمي باتجاه ضبط الوضع حتى لا يتفجر وتكون نتائجه وخيمة لأن إسرائيل واضح تقود إلى الأزمة إلى حرب دينية لا يمكن التكهن بنتائجها ولا يمكن أيضا التكهن بامتداداتها الإقليمية طيب منذ فترة وارتداداتها أيضا الدولي دكتور أحمد تبقى معنا لكن سيادة اللواء حياك الله سيادة اللواء أبو أحمد ما قال الدكتور أحمد مجدلاني من رمالة مهم للغاية لناحية أيضا أن إسرائيل خلال الفترة الماضية خلال الشهور الماضية حتى الآن تتحدث وتخاطب أطراف إقليمية ودولية بأنها وتشيع بأنها تريد التهدئة واحتواء الموقف ولا تريد التصعيد لكن يبدو أن كل ذلك هو لخداع الرأي العام ولخداع الساسة النخبة السياسية في العالم لأن التصعيد يأتي من إسرائيل ما شاهدناه اليوم في باحات المسجد الأقصى هو حرب حقيقية استخدام مفرط للقوة واقتحامات واعتقالات و مائة وخمسين جريح وحواجز عسكرية واستفزاز للمقدسيين بموضوع القرابين وغيره إذن إسرائيل تصعد وتستفز بينما تقول للعالم أننا لا نريد ذلك نريد تهديها تحياتي لك وللرفيق الدكتور أحمد حياك الله وأنا أعتقد أننا أمام خطوة من قبل الشعب الفلسطيني العظيم نستطيع أن نقول أنها تشكل انتصارا وإنجازا نوعيا في هذه الفترة وهذا يوم مجيد في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني قرر أن يتصدى وقرر أن يمنع العدو من تحقيق أهدافه منذ أن وطأت أقدام هذا العدو أرضناء الفلسطينية لذلك كل ما يقول العدو من إجراءات تؤجل أو تغير أو تعطل أو إلى آخر هذا غير صحيح كل الذي حصل هو بسبب التصدي من قبل أبناء شعبنا وتمكن هذا الشعب العظيم من منع هذا العدو من تحقيق أهداف المختلفة سواء كان ذلك في جنين أو في القدس أو في المسجد الأقصى أو في أي مكان في الأرض الفلسطينية وأصبح هناك تحول نوعي الحقيقة في مقاومة الشعب الفلسطيني ولم تعد فعلا تستخدم فقط أساليب محددة ممكن أن تسمى النضالات الشعبية والسلمية وما شابه ذلك الحجر أو الملوتوف إلى آخره بل أيضا أصبح هناك قاعدة ارتكاز نديها الإمكانيات التسليحية تستطيع الحقيقة أن تضغط على الزناد بالوقت المناسب إسنادا ودعما لشعبنا سواء كان ذلك في القدس في المسجد الأقصى أو في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية لذلك أقول كل الوساطات التي حكي عنها مع الأسف الشديد هي وساطات من دول التطبيع ونحن نعرف بعض التفاصيل ولكنها بالحقيقة رفضت من قبل الفصائل المختلفة وكان قرار الفصائل كما صدر بالاجتماع التي حصل في غزة وصدر بيان فيه عدة بنود أكدت هذه الفصائل أنها مستعدة الحقيقة لتوجيه الرد على العدو وجرائمه إذا ما أمعنا في ما يفكر فيه فيما يتعلق بالمسجد الأقصى إذن نحن أمام مجموعة إنجازات وانتصارات خلال هذه الفترة بدءا من جنين مرورا ببيت مرورا ببيت لحم مرورا بياف مرورا بتل أبيب إلى آخره وانتهاء اليوم بما جرى في المسجد الأقصى وكما تفضلت حضرتك مئات الجرحة من خلال هذا التصدي بإمكانياتهم المحدودة والبسيطة المهم أن النتيجة كانت انتصار وإنجاز هو فشل مخطط العدو فيما كان يخطط له وخاصة أنه بدعم وإسناد من قبل هذه الحكومة الفاشية الإجرامية مدعومين هؤلاء ليقوموا بعمل إجرامي في المسجد الأقصى ولكن سواعد أبناء شعبنا منع التحقيق هذا الأهدف وإرادة هذا الشعب منع التحقيق أهداف أخرى التي يخطط لها العدو الصهيوني بشكل عام في وطني واضح أن هناك سيادة اللواء حالة الصنهاد وهنا أريد أن أسأل أيضا دكتور أحمد وأعود إليك أيضا سيادة اللواء بذات النقطة دكتور أحمد واضح أنه في حالة الصنهاد فلسطينية كبيرة في روح معنوية عالية عند الشعب الفلسطيني وروح تحدي كبيرة وما ذكروا قبل قليل اللواء أبو أحمد فؤاد العمليات الاستشهادية في تل أبيب في بني براك في الخضيرة ما جرى في القدس حاليا في بئر السبع في غيرها كلها أوجدت حالة دولية بدأت تتحرك للحديث مع الفلسطينيين يعني اليوم في واحد لم نكن نسمع باسمه حقيقة يعني أنا فلسطيني والمتابعين للشعب الفلسطيني المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلند ما سامعين في اسمه اليوم اتصل بحركة حماس وبحركة الجهاد وبالقيادة الفلسطينية ويريد أن يهدأ وإلى آخره ألا يعني ذلك دكتور أحمد بأن القضية تبدأ من الفلسطينيين عندما يقرر الفلسطينيون سيعالم إليهم عندما يتحرك الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية سيفرض أجندته لأننا شاهدنا خلال الفترة الماضية فيه تجاهل تام للقضية الفلسطينية زاء بالفلسطينيين وبالقيادة الفلسطينية صحيح دكتور نسمعك لكل ذلك أسبابه وفي حقيقة الأمر أن السبب الرئيسي والجوهري أمام الشعب الفلسطيني هو فقدان الأمل فقدان الأمل وأيضا لا يرى الشعب الفلسطيني أن هناك أفقا سياسيا في المرحلة الحالية ولا في المرحلة المقبلة علاوة عن استمرار هذه الحكومة بسياسة حكومة نتنياو السابقة بالمصادرة الأراضي والاستيطان والتطهير العرقي في القدس والضم التدريجي علاوة على ذلك خلال الستة أشهر في حوالي خمسين شهيد فلسطيني وهو رقم قياسي إذا ما قورن بحكومات الإسرائيلية السابقة وإذا ما قورن بمراحل أيضا سابقة الشعب الفلسطيني عندما يعني يواجه التحدي لديه استجابة عالية على مواجهة هذه التحديات وأنا أعتقد أن أيضا أحد الأسباب الرئيسية الأخرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتراجعت أيضا القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي نحن نعتقد أن هذا التحرك الذي جرى اليوم وأمس وخلال الفترة الماضية عاد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية جوهرية وأن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يقل أهمية عن الأمن والاستقرار في أوروبا وفي قلب أوروبا كما هو الحال في أوكرانيا كما أن أيضا عدم معالجة الموضوع الفلسطيني من مختلف جوالبه أن هذا سيؤدي إلى تفجرات سوف يتحمل مسؤوليتها الجميع أنت اليوم قبل قليل سألت عن تور رونسلند تور رونسلند هو الحقيقة ممثل الأمين الخاص للأمين العام في الأراضي الفلسطينية وهو يتابع ملف السلام وهو جديد في الأراضي الفلسطينية يتسلم مهامه منذ حوالي السنة تقريبا لكن يعني هو لا يتصف بالفاعلية والنشاط كما كان الحال عند سلفي سيد مدينوف دكتور أحمد اليوم أول يوم نسمع بإسمه في وكالات الأنباء أو يصدر عنه موقف هو معروف لدينا سابقا جيدا كان هو ممثل النروج هنا في فلسطين سابقا بكل الأحوال نعتقد أنه بداية التحرك الدولي مهم جدا لكن ما سمعناه اليوم قبل قليل صدر بيان مشترك ألماني فرنسي إيطالي إسباني وهو بيان بالنسبة لنا غير مرضي على الإطلاق وهو دون المستوى المطلوب البيان يتحدث في سلاسة عناصر على الوضع الستاتسكوب هي القدس والأماكن المقدسة ويدعو الأردن إلى ممارسة دورها وهو إلى حد ما هذا الموقف الدولي لكنه الحقيقة يتحدث عن حرية الأديان وكأن لليهود لديهم الحق في ممارسة شعرهم الدينية في الأقصى والأسوأ من ذلك هو يتحدث عن حل مقبول للقضية الفلسطينية وليس استنادا للشرعية الدولية نحن الفلسطينيون لدينا انزعاج كبير من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين اتجاه القانون الدولي والشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بروسيا وأوكرانيا يصبح من حق الشعب الأوكراني الدفاع عن نفسه وأيضا من حق العالم أن يدعم في دفاع عن نفسه ويدين روسيا باعتبارها دولة محتلة وعندما يتعلق الأمر بين إسرائيل والفلسطينيين يعني يصبح الأمر أقل من ذلك وكأن الشعب الأوكراني أفضل من الشعب الفلسطيني يدان فلسطيني ويوصف بالأرهاب ويوصف الراوي في حين أن يوصف الأوكراني بأنه يناضل من أجل الحرية ومن أجل حق تقرير مصير ونعتقد أن هذه الازدواجية بالمعايير وهذه العنصرية في التعامل ما بين الشعوب هو أمر غير مقبول بالنسبة لدينا غياب الشرعية الدولية والقانون الدولي من بيان عدد من بيان أربع دول كبرى من دول الاتحاد الأوروبي نعتبره مؤشر غير مقبول ومؤشر خطير وبالتالي هذا الموضوع سيكون محط مراجعة بالنسبة إلا مع هذه الدول على هذا البيان وعلى هذا الموقف الذي نعتبره تراجعا عن مواقف السابق هنا أريد أيضا في ذات النقطة أن تعلق عليها سيادة لواء أبو أحمد فهد يعني اعتدد اعتدد الشعب الفلسطيني أن يتحرك عندما يتم تحرك إقليمي ودولي وتبدأ التصريحات والبيانات يعني إسرائيل محشورة عندما يكون الفلسطيني في وضع الضحية وتكون تمارس إسرائيل التنكيل بالشعب الفلسطيني الكل يصمت لكن بما أنه في بيان الاتحاد الأوروبي أو عن بعض الدول الأوروبية ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا كما ذكر الدكتور أحمد وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية في فلسطين والمبعوث الأممي أيضا صرع والكل يقول لك تعال نحتوي الأمر هذا يعني أنه إسرائيل هي في المأزق هي المحشورة دائما عندما يتدخل العالم اعتدنا على أنه يتدخل لإنقاذ إسرائيل وليس لإحقاق إحقاق العدل ليس كذلك سيادة اللواء أنا أعتقد أنه يجب أن نطرح سؤال أين الولايات المتحدة الأمريكية ما يجري وكل ما يصدر من بيانات أو مواقف من الأوروبيين أو ما شبه ذلك أو من دول التطبيع هذا بتنسيق مع الإدارة الأمريكية المشكلة هنا الولايات المتحدة هي التي تبرر لهذا الكيان لهذا العدو كل الجرائم التي يرتكبها بما فيها هذه الجرائم الأخيرة وتدين أي عمل مقاوم يصدر عن الشعب الفلسطيني وعن الشباب الفلسطيني إذن هنا يجب أن نضع أصفعنا ونقول إلى متى نراهن على حلول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل الشرعية الدولية لأن الشرعية الدولية لا زال حتى يومنا هذا المتحكم فيها وبتنفيذ قراراتها هي الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نحن نقول أين نحن أين نحن كفلسطينيين أين نحن كمرجعي لهذا الشعب لهذا الشباب الذي يقاوم ويناضل كما تفضلت والأمثلة كثيرة ومعروفة من بطولات لا مثيلة لها الحقيقة سجلها شعبنا في المدن المختلفة وفي القرى المختلفة سواء كانت ذلك في المحتل عام 48 أو في مناطق الدفة الغربية أو في غزة إلى آخره لذلك أنا سؤالي للرفيق الدكتور أحمد في هذه الفترة ومنذ فترة ليست قصيرة يوميا في شهداء وليس شهيد واحد شهداء ويوميا في بطولات أنا أسأل أين المرجعي طيب لهذا الشعب ما في شعب ممكن أن ينتصر أو يستكمل مسيرته بدون مرجعية بدون قيادة بدون جهة تخطط وتبرمج وإلى آخره وأنا أسأل الرفيق أحمد اللجنة التنفيذية مكلفة من قبل المجلس المركزي بغض النظر عن رأينا شاركنا أو لم نشارك بتنفيذ قرارات ولكن مضى وقت طويل اللجنة التنفيذية حتى لم تجتمع لماذا؟ طب هذا الشعب ينتظر أن يكون له قيادة بغض النظر من مختلف من متفق إلى آخره لكن كل الشعب مجمع عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لحتى الآن اللجنة التنفيذية لم تجتمع وأيضا تشكيل قيادة وطنية موحدة لم يتم لماذا؟ يجب أن نناقش أمورنا الحقيقة بصراحة ووضوح هذا الشعب العظيم يهتف يوميا للمقاومة ويريد فعلا أن يستمر بالمقاومة ولكنه يريد فعلا مرجعي تضم الجميع بدون استثناء أن يكون مرجعي لهذا الشعب سواء كان مجلس وطني فلسطيني توحيدي أو كانت مؤسسات أخرى من منظمة التحرير وشارك فيها الجميع على سبيل المثال القيادة الوطنية الموحدة جدية ومسؤولة ومقررة وتشكل مرجعية وتضع برامج وخطط لأنه يجب فعلا أن نستكمل المسيرة على طريق انتفاضة شاملة انتفاضة بالمعاني التي نفهمها نحن الذين خضنا التجربة انتفاضة مسلحة وغير مسلحة بما توفر من إمكانيات أنا الأوان الحقيقة أن نقدم لهذا الشعب نموذج ينسجم مع بطولاته ونضالاته تسمح لما ضمت التحرير الفلسطينية وانت أشرت إلى موضوع اللجنة التنفيذية ومؤسسات وأوطور أخرى تم التوافق عليها لم يتم التنفيذ دكتور أحمد رأيك مباشرة يعني ليس مبررا أو مقبولا غياب اللجنة التنفيذية عن القيام بدورها ومهامها على الأقل اجتماعها في هذه الظروف الصعبة والحساسة والمصيرية هذا أمر صحيح ولا نختلف عليه وهذا الموضوع في إطار نقاش وتشاور ويعني خلال اليومين الماضيين تم التوافق على عقد اجتماع يوم الأحد القادم سيكون هناك اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية بحضور أيضا اللجنة التنفيذية لكن هذا لا يلغي ولا ينبغي أن يكون بديلا عن اجتماع اللجنة التنفيذية كصفة رسمية وتنظيمية مستقلة لقيادة الشعب الفلسطيني هذا الأمر يعني نحن موقفنا فيه يعني واضح ونحن نتكلم فيه الآن بالإعلام الأمر الثاني الذي تحدث فيه الأخي موضوع القيادة الوطنية الموحدة إحنا كان فيه توافق من العام الماضي على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وصدر صدر بيانين وقبل أقل من شهر أيضا كان فيه هناك اجتماع للقيادة الوطنية الموحدة بالضفة الغربية أيضا وللأسف الشديد غابت بعض الفصائل لأسباب يعني معروفة لدينا وتتعلق أيضا بغضح الأمني لكن فيه هناك اجتماع أسبوعي لقيادة الفصائل في الضفة الغربية كل يوم سنين وهذا الاجتماع الأسبوعي هو الذي يعني يصدر بيان ويحدد فيه الفعاليات للأسبوع الكامل بشكل كامل نعم طيب هون دكتور أحمد المسألة الرئيسية لا نستطيع فضل 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 طيب فضل المسألة الرئيسية ولذلك أنا لا أعتقد أنه المسألة الرئيسية بالنسبة لنا الآن هي أيضا كيف ليس فقط توحيد الجهود وإنما كيف نتوافق على برنامج وطني كفاحي سواء وسياسي أيضا فيه معا يؤدي لابد أن تبدأ دكتور أحمد الخطوات لابد أن تبدأ لابد أن تبدأ يجب أن يقوم أحد ما بالخطوة بالخطوة الأولى بالخطوة الأولى لابد من البداية خليني خليني أكفي لك خليني أكفي لك اللقاء الذي صار أول أمس في غزة كان لقاء مهم بحضور جميع الأطراف في غزة وأنا أعتقد أيضا ما تم التوافق عليه في غزة هو من الممكن أن يشكل أرضية مشتركة ما بين كل القوى وخاصة أن قرار التصعيد والمواجهة هو قرار وطني وليس قرارا تتخذه هذا الفصيل أو زاك لوحده وأنا أتصور أنه هذا الأمر ممكن كما هو الحال ينسحب في غزة ينسحب أيضا في الضفة الغربية وهذا يشكل أيضا أرضية مشتركة لتطوير الحوار الفلسطيني الفلسطيني باتجاه استعادة الحوار الفلسطيني يعني دكتور أحمد نحن نعتقد في ظروف في ذهن كل فلسطيني اليوم أنه اللحظة اللحظة استثنائية تحتاج لقرارات استثنائية ولمبادرات استثنائية لأنه المرحلة يعني المرحلة ليست هي مرحلة يعني هي مرحلة هي مرحلة تاريخية الآن بالنسبة للشعب الفلسطيني والأحداث سريعة للغاية وريد أن أعرض أيضا بعض مواقف فصال فلسطينية الآن مشاهدين مصادر الميادين أفادت بأن حركة حماس تلقت اتصالات مصرية تبلغها رسائل تهديئة إسرائيلية بحسب المصادر فإن حماس حماس أكدت أن ما حصل اليوم في المسجد الأقصى غير مقبول وأن معادلة جنين وغزة والقدس ما زالت قائمة الحركة أبلغت القاهرة أن الفصائل الفلسطينية وضعت خطوطا حمرا لا يمكن تجاوزها وأكد أن الاحتلال يقرأ بشكل خاطئ ما يتعلق بقطاع غزة ولفتت إلى أن أي محاولة للخداع فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ستقلب الطاولة حماس دعت إلى وجوب الإفراج عن الذين تم اعتقالهم اليوم وبشكل عاجل وأشارت إلى وجوب إنهاء فكرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد خاصة قضية القرابين هذا بالنسبة لحماس أضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم دعا إلى إدانة الاحتلال والجرائم بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه وقال للميادين أن الانقسام السياسي للاحتلال يدفعه إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني وتابع ما قال هذه حرب انتقابية بامتياز يدفع ثمنها الفلسطيني بكل مواقع ثباته وصموده إسرائيل تخوض معركة ما بين أركان اليمين المتطرف إنت الذي أدمى أنفو الشعب الفلسطيني يحاول أن يبرهن لغريمه السياسي ناتينياهو بأنه يمتلك القدرة ودائما سلاحهم الجوء إلى الأمن نداء لأشقائنا العرب أن يلتفوا حول الفلسطينيين نداء لمن طبعوا أن يستفيقوا هذه مساحة يفردها لكم الفلسطيني حتى تخجلوا على أنفسكم حتى تشعروا بشعور الفلسطيني نحن بصدورنا بحجارتنا بإرادتنا واخفين في وجه هذه القوة النووية هذا موقف حركة فتحة ما بالنسبة للجهاد الإسلامي المسؤول الإعلامي لحركة الجهاد داود شهاب شدد في حديث للميادين على أنه إذا لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني فستكون المعركة أقرب بما يتوقع الاحتلال وكل الوسطى وأن خيارات المقاومة مفتوحة خيارات المقاومة مفتوحة ونحن قلنا اليوم بشكل واضح والمقاومة بلغت هذه الرسالة إلى كل الأطراف المعنية قلنا بأن إذا لم يكف الاحتلال يده واعتداءاته عن الشعب الفلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك فإن المعركة ستكون أقصى وأصعب وأقرب مما يظن كله لأنه إحنا ندافع عن كرامتنا ولا نستطيع لا يتحدثون معنا لا عن هدوء ولا عن ضبط نفس ولا عن أي شيء إذا لم يكف الاحتلال يده عن أبناء شعبنا عن استباحة الدماء في المسجد الأقصى المبارك وأكد عضو القائمة المشتركة في الكنيسة أحمد الطيبي أن الحل هو بإنهاء الاحتلال ولفت في حديث لقناة الميادين إلى أن حكومة نفتالي بنت في حالة انهيار ما يحدث مؤخرا في المدن الفلسطينية هو بكرار مباشر من نفتالي بنت والكابنت الإسرائيلي هي ردت على العمليات التي حصلت وأعطى تعليمات بأنه كل شيء مباح السياسة هي سياسة نفتالي بنت اليميني وسياسة الاحتلال التي لم تتغير بل تضهرت وأصبحت أكثر وحشية وخاصة في شمال الضفة الغربية الحل هو أن ينتهي هذا الاحتلال هذه الحكومة في عملية انهيار الآن في ستين ستين هي بداية الانهيار فاصل نتابع بعده المسائية موسيقى 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 مجددا حياكم الله رقم قياسي في عدد العمليات الفدائية حققته المقاومة الفلسطينية في شهر أذار مارس المنصر وبداية الشهر الجاري أكثر من عشر عمليات أدت إلى مقتل أربعة عشر مستوطنا وجنديا إسرائيليا وإصابة العشرات ساحات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني شهدت تنفيذ أبرز تلك العمليات التي تنوعت بين عمليات إطلاق نار وطعن ودهس في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب وغير من المناطق عمليات الفدائية تسببت بحالة من الذعر والخوف في الأوساط الإسرائيلية وجعلت رئيس الوزراء نفتالي بنت يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في الشوارع زادت نسبة طلبات التسلح الشخصي ثلاثة أضعاف بين المستوطنين خطوة تعكس فقدان الشعور بالأمن الشخصي وضعف الثقة بمؤسستي الجيش والشرطة تسعى إسرائيل إلى الفصل بين الساحات الفلسطينية وعدم الربط بينها حتى لا يتكرر مشهد معركة سيف القدس عندما نجحت المقاومة الفلسطينية في استنفار الكل الفلسطيني خلف قضية وصيف القدس بنسخة مختلفة هذا العام نريد أن نسأل طبعا حول هذا الموضوع سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد موضوع الربط واضح سمعنا من بعض الفصائل أن القدس خط أحمر وغزة والقدس معادلة واحدة ثم أصبحت جنين وغزة والقدس معادلة واحدة لماذا لا يتم تبني ذلك كنقطة انطلاق فلسطينية يمكن الإجماع عليها بين الجميع أن هذه المعادلة تصبح قرارا فلسطينيا جامعا وليس قرار فصيل أو جناح اسكري لكن أنا أعتقد غالبية شعبنا الفلسطيني وغالبية الفصائل الوطنية تعتبر فلسطين كل فلسطين هي للفلسطينيين وهي جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني هو جزء من الشعب العربي وأيضا نحن نعتبر أن شعبنا الفلسطيني حوالي 14 مليون فلسطيني لهم مرجعية واحدة هي قيادة منظمة التحرير أو منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد بنائها بعيدا عن اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني واعتراب بالكيان الصيوني إلى آخره إذن هناك الآن تقريبا فينا نقول وحدة ميدانية هذه الوحدة الميدانية يجب أن تترجم بوحدة يعني سياسية لأن المعادلة وحدة وطنية زائد مقاومة يساوي انتصار أما تشتت وانقسام وإلى آخره هزائم متتالية وبالتالي المطلوب الآن أن نقدم لشعبنا يعني هذه المكافأة على هذا الجهد وعلى هذه التضحيات إلى آخره أن نكون موحدين في الصراع ضد العدو الصهيوني وليس في المفاوضات ولا في المساومات ولا في المسائل الأخرى في هذا الصراع الذي يقدم شعبنا يوميا نماذج لا مثيل لها كما تفضلت حضرتك يعني مناضل فلسطيني بسكين سيطر على مدينة كاملة تعتبر من مدن هذا الكيان وآخر بمسدس سيطر أيضا على مدينة كاملة إذن نحن لدينا يعني هذا المخزون النضالي رغم كل ما نقدمه من تضحيات بغض النظر هذا عمل فردي أو عمل منظم أو إلى آخره تجارب الشعوب كلها لم تعتمد الحقيقة دائما بالنضال والكفاح المسلح على تنظيمات ويعني مرجعيات تنظيمية إلى آخره الشعوب دائما تناضل وتقاوم على قاعدة القناعات التي تترسخ بأن الاحتلال يجب أن يرحل لذلك أنا أقول أننا الآن في مرحلة نعم هام وهم جدا والمطلوب مننا وأنا لأول مرة الحقيقة سأقول عبارة لا نستخدمها نحن خاصة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أين الجماهير العربية نحن دائما ندين الأنظمة المطبعة والأنظمة المستسلمة والأنظمة الرجعية هذا صحيح مئة بالمئة ولكن عشرة في الميدان الفلاني أو الميدان الفلاني في البلد العربي الفلاني صحة لا نشاهدهم في الوقت الذي شكرا جزيلا في الوقت الذي يذبح الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يجري الاعتداء على المسجد الأقصى بالطريقة التي شاهدها الجميع وبشكل خاص من محطة الميادين التي نقدرها ونحترمها بكل المعاني والمقاييس لذلك مؤلم جدا أن لا نجد جماهيرنا ولو حتى عشرة في كل ميدان من الميادين العواصم العربية بالاستثناءات المعروفة أنا لا أريد الحقيقة أن أسجل من الذي بادر والذي لا بادر حتى لا أنسى حد هناك نعم محور المقاومة موجود ودول محور المقاومة ومنظمات محور المقاومة كل هذا على رأسنا وعيننا لكن وين الآخرين طيب وين الآخرين في الدول الإسلامية باستثناء الجمهورية الإسلامية ما شفنا حد في الدول الإسلامية تحرك بمظاهرات بمسيرات دعم للشعب الفلسطيني ولهذه المئات الذين جرحوا اليوم بالمسجد الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى الذي هو مسجد كل المسلمين وكل العرب وإلى آخره وبالمناسبة أحيي يعني المطران عطال الله حنى الذي اتخذ موقف نبيل وشجاع كعهد دائما هذا الرجل وغير الحقيقة من أبناء شعبنا لذلك أقول أمر مؤلم جدا أن لا نجد الشوارع العربية بحدود معينة بسيطة وكذلك لا نجد الأحزاب العربية ولا نجد الجامعة العربية ولا نجد أحد يصد لهذا الشعب العظيم الذي أفشل جريمة العدو اليوم طيب سيادة اللواء طيب هذه مهمتكم سيادة اللواء يعني أنتم جبهة شعبية وفصائل الفلسطينية هذه مهمتها حجد الجماهير ودعوة الجماهير وأطلاق الفعاليات في فلسطين وفي خارج فلسطين ودعوة الجماهير العربية كل التجارب الفلسطينية من 48 لليوم أثبتت بأنه إذا تحرك الفلسطيني مشى وراه العرب ومشى وراه المسلمين ومن ثم أحرار العالم واضح أن الفلسطيني أو يخطي الخطوة الأولى ثم يخطي وراء الآخرين وعندما يتراجع الفلسطيني أو يجلس مباشرة يقول لك طب تحركوا أنتوا بعدين أطلبوا من الناس يعني هذه أصبحت أصبحت واضحة على الساحة الفلسطينية تكررت كثيرا أنا أوافق الحقيقة على رأيك ونحن أول من نتحمل المسؤولية ونتقبل النقد كجبهة شعبية ولكن يعني اليد قصيرة مع الأسف الشديد في هذا الزمن الرديد لأنه عمليا يعني مفروض يكون مؤتمر القوم العربي مؤتمر الأحزاب العربية المؤتمر الإسلامي المؤتمر المؤتمرات كلها تتحرك وما تظل تتجنب يعني شيء اسمه كيف بنا يتحرك كورونا والأمراض ولأخير هذا أمر ما عاد قائم وما عاد مبرر الحقيقة لذلك أنا أقول أن هذا مهمتنا صحيح ولكنها أيضا مهمة منظمة التحليل مهمة السفارات في الخارج اللي منتشرة في العالم كله مية وعشرين بين سفارة ومكتب وإلى آخره هذه المهمات يجب أن يكون طبعها دبلوماسي جماهيري إلى آخره أنا الآن أقول نعم نحن كلنا مقصرين نحن نعترف أننا مقصرين لكن بالأماكن اللي موجودين فيها بشكل علني على الأقل بسوريا بلبنان بمناطق أخرى فيه هناك جهد فيه تحرك شعبي بالمخيمات لكن هذا لا يقفي نريد التحرك فعلا بأوروبا ببلدان الشتات واللجوء إلى آخره وكلنا نتكاتف حتى نقوم بهذا الموضوع ليس فقط فلسطينيين فلسطينيين نحن النواة بس بعد ذلك فيه العرب والمسلمين والجاليات ونرجو سيادة اللواء أن يصل هذا النداء الآن من خلال شاشتنا للتضامن والتحرك دكتور أحمد مجدلاني رغم هذه الصورة القاتمة حقيقة لكن على المستوى العربي ما جرى في فلسطين خلال الشهور الماضية القليلة الماضية ألم يعيد القضية الفلسطينية مرة أخرى يفرضها مرة أخرى على الساحة العربية وإلى أي حد ما يجري حاليا يقوض ويزعج ويحرج الدول التي اندفعت للتطبيع والتحالف مع إسرائيل شوف احنا خلينا نحكي عن مستويين الحقيقة المستوى الأول ما يتعلق بالنظام الرسمي العربي النظام الرسمي العربي لا يعاني فقط من انقسام وتفتت وإنما منظومة الأمن القومي العربي وأيضا المنظومة السياسية في إطار الجامعة العربية هي تعرضت الحقيقة للتهتك وبالتالي مدام قرارات القومة العربية لا تحترم ويعتبر قرار كل دولة عربية السيادي هو مقدم على القرار القومي المشترك في إطار الجامعة العربية أنا أعتقد أن هذا بداية تفسخ للنظام الرسمي العربي وانهياره في آن المعنى بالتالي إحنا لما شفنا اجتماع النقب اللي صار عند قبر عزرا ويزبان أنا أتصور أنه هذا كان مؤشر ومؤشر مهم جدا أنه في الحقيقة أحياء لما يسمى الشرق الأوسط الجديد ولتحالف إقليمي بخيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمواجهة واحتواء ما يسمى الخطر الإيراني في المنطقة وبالتالي إحنا شايفين هذا التحول اللي عم بصير بالنظام الرسمي العربي والنظام الرسمي العربي في أحسن أحواله يصدر بيان خجول لا معنى له ولا قيمة لا قيمة له بالترجمة العملية والواقعية للتضامن مع الشعب الفلسطيني كما جرى اليوم البيان الذي صدر عن الأمين العام للجامعة العربية الأمر الآخر المستوى الآخر الذي يعني إحنا يعني بهمنا كتير نركز عليه هو مستوى حركة التحرر العربية بقواها الوطنية والتقدمية بقواها أيضا من الإسلام السياسي بألوانه المختلفة ياللي أيضا إحنا الحقيقة شايفين أنه هذا المستوى من الحركة الحركة التحرر العربية أيضا مستوى تلاحمها مع الموقف الفلسطيني ودعمها للموقف الفلسطيني دون الحد الممكن والمطلوب ودون قدراتها وإمكانياتها في آن معا وأنا الحقيقة أحاول أذكر بشكل واضح مسؤولية الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية هي صحيح مسؤولية فلسطينية بالدرجة الأساسية لكن هذا لا يسقط المسؤولية لا عن العرب ولا عن المسؤولين نظاما رسميا ولا على أحزاب وقوة ومنظمات مجتمع مدني وأيا كان هذا الحقيقة للأسف الشديد يعني إحنا اللي عم نشوفه اليوم أنه على طريقة اذهب وأنت وربك فقاتله وبتفرج عليك وفي أحسن أحيانا بيعطيك بيان يعني بيان لكن دكتور دكتور مجدلاني بشكل غير مباشر ما يجري حاليا في فلسطين الفلسطيني اليوم الشعب الفلسطيني ألم يفرمل مسار التطبيع وأيضا تطور هذا المسار يعني اليوم قد تفكر دول بأن الوقت غير مناسب لأن تخطو خطوة كالإمارات أو البحرين أو المغرب وحتى هذه الدول التي طبعت وذهبت بعلاقات علنية مع إسرائيل قد يدفعها ذلك إلى تجميد ربما بشكل غير مباشر هذه المسارات في الوقت الحالي على الأقل ألا يعتبر ذلك إنجازا للشعب الفلسطيني يعني خليني أكون صريح وواضح معك ما يجري ليس صحيحا لا يوجد أي مراجعة لا حقيقية ولا جدية ولا حتى يعني شكلية للدول التي مضت على طريق التطبيع على طريق على إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي والمسوهيوني على العكس من ذلك نرى أن هناك تعميقا لهذه العلاقات اليوم على سبيل المثال خمس سفراء عرب في تل أبيب يحضروا مأدبة عشاء يدعي إلها الرئيس الإسرائيلي يرزق اليوم وليس نحن نحكي عن أمبارح ولا عن أبل أسبوع وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن بحاجة للتدقيق أكثر بالموقف الرسمي العربي ولا يكون عندنا أوهام أن هذه الأنظمة التي ذهبت إلى التطبيع مع إسرائيل أنها بصمت مراجعة هذا الموقف أسمح لي أختم مع سيادة اللواء بالوقت المتبقي الوضع في المستقبل سيادة اللواء نحو التصعيد في فلسطين المحتلة أم نحو أم نجاح الوسطى بالتهدي أو الاحتواء وما هو ثمن ثمن لهذا الهدوء أو الاحتواء الذي يطلبونه نحو استمرار المقاومة لأنه الآن ما بين فريق نتنياهو وفريق بنت هناك مسابقة على كيفية مصادرة المزيد من الأراضي وهدم البيوت والقتل والجرائم والذبح بالشعب الفلسطيني هذا هو هنا التنافس ما بينهما وليس لإيجاد يعني أسليب أخرى أو حلول أخرى من أي شكل كان بل فقط الذبح ومصادرة الأراضي وأيضا أن هذه الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الكيان الصيوني والبحث عن معالجات إنسانية أو اقتصادية سواء في بعض المحافظات الفلسطينية أو في غزة وهذا كل يجب أن نقاومه أنا في رأيي أن المقاومة مستمرة وستتصاعد وفي هذه المناسبة أقول حتى فعلا نضمن أنها ستتصاعد وتحقق نتائج إيجابية لمصلحة الشعب والقضية لا بد من محاولة إنجاح مبادرة الجزائر الشقيقة لأنه لا زالت المبادرة على الطاولة وعلينا يقع مسؤولية إنجاح هذه المبادرة باتجاه إنهاء الانقسام وتركيب بيتنا الداخلي وهو الأساس الذي سيفرض الحقيقة على الشارع العربي وعلى المطبعين نعم أنا مع ما تفضل به الدكتور بأن هؤلاء ليسوا مطبعين فقط كما جرى سابقا بل هم على اتفاقات أمنية عسكرية اقتصادية طويلة الأمد ومن هنا أقول أننا يجب أن نعتمد على نفسنا ونرتب بيتنا الفلسطيني شكرا جزيلا توحيدي يضم الجميع بدون استثناء سيادة الليواء أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق ودكتور أحمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني من رمالله أشكرك جزيلا شكر ومشاهدين المسائية انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة